ما حكم العمل الحرام لسد الحاجر كثير من الناس يقول لك أنا مضطر لهذا العمل والله أنا بدي أعمل هذا العمل ليش؟ لأنه إذا ما عملت أموت من الجوع مثل ما يقول هل يجوز العمل الحرام لسد الحاجر؟ العمل الحرام هذا يعني له درجات في الحرمة يعني والحرمة أو الحرام له درجات وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم معروف أن هذا العمل حرام كي لا ندخل في تفاصيل الدرجات هذا العمل حرام كسب خبيث كما يقال هل يجوز له أي شخص أن يعمل في هذا العمل لسد حاجته؟ هل الله سبحانه وتعالى سوف يجعل رزقه من وراء هذا الكسب الخبيث؟ يعني إذا كان هذا الكسب الحرام والخبيث الذي يكون به لا يوجد طريق آخر لسد حاجته إلا من خلال هذا الطريق فهو في حكم المضطر وأنا يعني أضعوها في رقبته هو أنا أفتي بما يتكلم به يعني حينما يسألني السائل أنا أفتي بما قال لسانه هو يقول لا أجد طريق إلا هذا الطريق طب هذا الطريق تتكسب منه مالا وأنت تعلم حرمته وأنت تعلم خبسه لماذا؟ قال لأسد حاجاته الضرورية فهو يعمل ليسد حاجاته الضرورية من هذا حكمه حكم المضطر فإذا ذالت الضرورة ذال الحكم على طول مباشرة الضرورات هذه كقاعدة شخصية هذه قاعدة تبيح المحضرات في غير الضرورة لا يجوز لا يجوز له أن يكتسب حرابا ولا أن يكتبس مالا خبيسا يدخل على نفسه ولذلك المرأة الصالحة والزوجة الصالحة كانت تكون لزوجها يعني إذا خرج للعمل تقولوا اتقل لها فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار يعني كو أنفسكم وأهليكم نارا وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ولا حول وقت لا بالله أيضا السؤال الآخر أنا كتبته والأصدقاء في الكنترول يقولون حكم العمل الأسود هذا طبعا متداول كثير هنا كبلاد كل بلاد لها تقنية معينة ما هو حكم العمل الأسود أو التهرب من التجيل كون الدولة ترفض ويوجد ما يكفي أيضا يعني العمل الأسود هو ليس في حاجة إلي نعم يعني إذا كانت هذه النقطة واضحة هو ليس في حاجة إلى العمل الأسود لأن قواعد الدولة قواعد الدولة التي وضعتها وهذه الأنظمة في العمل تجعلك على قدر من المسواة مع غيرك من الناس وعندك ما يكفيك للضروريات التي تحتاج إليها فإذا كنت في هذه الصورة فإن العمل في الأسود لا يجوز مطلقا إذن هو كسب حرام هو كسب حرام لأن عندنا النص القرآني وأوفوا بالعهد نعم إن العهد كان مسؤولة وأنت حين دخلت إلى هذه البلاد التزمت التزاما واجبا أخلاقيا ودينيا وقانونيا بأنك تحترم عهود ومواسيق هذه البلاد ومن ثم هذه كذلك تقع تحت هذا الحكم الذي هو احترام العهود والوفاء بها فالعمل الأسود يعتبر من الأعمال غير مشروعة طالما أن الدولة تعطيك وتسد حاجتك الضروري إذن هو حرام أيضا هناك خطر على بالي السؤال هل هناك حدود للربح الحلال؟ جوجد الكثير من الناس تربح الضعف أو الضعفين أو ثلاث إلى آخره هل هناك حدود للربح الحلال؟ إذا كانت هذه الربحية بالأضعاف المضاعفة تضر بالمستهلك أو تضر بالمصانع الأخرى فهذا يعد من المقامرة ويعد هذا من استغلال ويعد هذا من المكائد التجارية ويعد هذا من الإسقال على المستهلك للسلعة فلا يوجد حدود معينة في الشرع إلا إذا صاحبها هذا الخداع وهذا الكذب وهذا الغش وهذه الأمور التي تجعل المال خارج عن الإطار المشروع لصاحبه ترجمة نانسي قنقر